بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة متوسط مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفزياء أيضا اليوم ما جبت لكم فيديو جديد على بعض الصيغ الكيميائية التي يجب أن تحفظ طبعا تحفظ على ظهر قلب إذن بالتوفيق للجمع إذن درت لكم جدول فيه اسم الجزء الصيغة الكيميائية للجزء النموذج الجزء طبعا كم ملاحظة فقط حاولت أن أكتب مثلا كل ذرة باللون التاح مثلا نبدأ بأول جزء هو أسهل جزء واللي نعرفه كامل وهو الماء الماء صيغته الكيميائية وهي H2O H2O ما معنى H2O معنتها جزء الماء يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين النموذج الجزء التاح إذن نرسم هكذا دائرة بالأحمر بالأحمر إذن دائما درة الأكسجين تمثل بدائرة هكذا حمراء أو نقول كرية لونها حمراء ثم كريتين صغيرتين باللون هنا مرمز للهيدروجين بالأسود هذا بالنسبة لجزء الماء الجزء الثاني هو غاز ثنائي الهيدروجين غاز ثنائي الهيدروجين طبعا كان ملاحظة فقط عندما يكون عندكم أي جزء حبيتوا تكتبوا الصيغة الكيميائية دائما نبدأ من الأخير من الذرة الأخيرة نبدأ يعني من اليساء إلى الياب نشوفوا معايا ونشوفوا ثنائي معنتها اثنين الهيدروجين كلنا نعرف ذرة الهيدروجين سبقوا ديرت فيديو على الرموز الكيميائية نحنا نعرف أن الهيدروجين رمزه الكيميائي A中 ثم ثنائي مضيف 2 إذن غاز ثنائي الهيدروجين صيغته الكيميائية H2 طبعا نجح لازم أن 죽وا بين الصيغة الكيميائية والرموز الكيميائية يعني لا نوم ن حيح أنا ن토 ذرة الهيدروجين ونقول الصيغة الكيميائية لذرة الهيدروجين لا الذرات نقولها رمز كيميائي اما الجزيئات نقول صيغة كيميائية لازم تفرق بين الصيغة الكيميائية والرموز الكيميائية اذا اعيد الرموز الكيميائية للذرات اما الصيغة الكيميائية فهي للجزيئات نتابع ثم عدنا النموذج الجزئي للهيدروجين هي قريتين متلاسقتين هكذا اتمنى فقط ان يكون واضح نتابع عدنا غاز الاكسيجين غاز ثناء الاكسيجين نفس الشيء اذا نبدأ من اليسار الى اليمين هكذا تتعودوا باش كيكون عندكم اي جوزي ممكن تكتبوه يعني بروحكم لما تحفظوا هكذا فقط شوفوا معي غاز ثناء الاكسيجين اذا نكتب الصيغة الكيميائية من اليسار الى اليمين الذرة من اليسار نبدأها الاكسيجين نكتب او ثم عندي ثناء نزيد لها اثنين اذا غاز ثناء الاكسيجين صيغته الكيميائية او ثنين اذا حذاري فقط ما فرق بين او ثنين اثنين مكتوب اسفل الذرة وكيكون على يسار الذرة يعني شوفوا معها تابهوا معي يعني هذا جوزي جوزي وهذه هذه تختلف عن الكتابة هذه يعني كي نكتب اثنين على يسار الذرة اذا او ثنين تختلف على اثنين او هذه تمثل ذرتين من الاكسيجين اتمنى فقط انكم تفرقوا بين اثنين كيكتب اسفل الذرة وكيكون امام الذرة هذه معنتها عندي ذرتين هكذا تمثيل الجزي التاعي او تمثيل الذرة التاعي يعني تكون ذرتين منفصلتين وهنا الجزي يمثل هكذا ذرتين مترصتين اذا حذاري هذه الكتابة تختلف عن هذه الكتابة اتمنى ان من الان ما تديروش اخطأ او يعني ما تفرقوا بين ال او ثنين واثنين او نتابع ثم التمثيل نموذج الجزيئي اذا ندير كرية حمراء يعني اثنين وطرصتين غاز ثنائي اوكسيد الكربون شوفوا معي الملاحظة اللي مديدها لكم كيف راح نكتب الصيغة الكيميائية قلت لكم دائما نبدأ من اخر ذرة اخر ذرة هي الكربون اذا نكتبها سيغ ثم بعد ذلك عدنا ثنائي اوكسيد اوكسيد معنتها دائما وين تشوفوا اوكسيد معنتها اوكسيجين ثنائي نضيف اثنين السهل ما يكون يعني اما تحفظوه او تحفظوه بالفهم او تطبقوه بانفسكم ثم النموذج الجزيئي كيف امثله عندي ذرة من الكربون طبعا كي يكون العدد هنا اهنا ثنين يمثل اثنين ذرة من الاوكسيجين اهنا اصطلاحا اصطلح العلماء ان كي ما يكونش هنا عدد نلاحظ ان هنا ما كاش عدد فانه اصطلاحا يمثل عدد واحد اذا عندي ذرة من الكربون وذرتين من الاوكسيجين طبعا ذرة الكربون تمثل باللون الاسود كرية سوداء اما الاوكسيجين تمثل بكرية حمرة نتابع عندنا غاز اخر وهو غاز قاتل سام يسمى بغاز احادي اكسيد الكربون شوفوا معي نطبق معكم الطريقة نبدأها من اليسار الى اليمن يعني نبدأ من ذرة الكربون يعني في الكتابة وشنو هي الكلمة الاخيرة الكربون اذا نكتب سي كم ذرة من الكربون بما انه لم يذكر العدد قال غاز احادي احادي معنتها واحد اذا نعود مع بعض ثنائي معنتها اثنين احادي معنتها واحد لا قلت لكم ثلاثي معنتها ثلاثة ارباعي معنتها اربعة نتابع اذا غاز وحادي اكسيد الكربون وش قلت لكم من قبل انه اكسيد معنتها اكسيجين اذا نعودو نكتبه الصيغة الكيميائية اذا نكتب كربون ثم اكسيد معنتها اكسيجين وحادي معنتها واحد وش قلناك قلنا انه واحد لا يمثل ما نكتبش واحد هنا لان العلماء يصطلحوا ان الواحد لا يكتب نتابع النموذج الجزئي اذا ندير ضرة بكورية سوداء ثم كورية اخرى حمراء تمثل اكسيجين اتمنى فقط ان يكون لحد الان مفهوم نتابع غاز ثناء الكلور غاز ثناء الكلور قتلكم دائما صيغة الكيميائية من اليسار الى اليمين الكلور نعرف ان الرمز الكيميائي تاعه سي ال سي ماجسكول ال مينسكول لكي يختلف عن الكربون ثناء منضيف اثنين اسهل ما يكون ثم بعد ذلك النموذج الجزئي تاعه الكلور نعرف انها تمثل بكورية خضراء اذا ندير كوريتين خضراء خضروي مترصاتين نتابع ثم عندنا غاز كلور الهيدروجيل شوفوا ما ينطبق وش قطلكم اذا نبدأ بالهيدروجيل رمز الكيميائي تاعه اش ثم الكلور هو سي ال اذا اش سي ال بما ان لم يقول احادي او لم يقول ثناء لا خلاص ما كانش العدد ما نديرش العدد ثم بعد ذلك النموذج الجزئي كورية خضراء تمثل سي ال الكلور كورية سوداء هكذا رمز لها كذا نمثل الهيدروجيل نتابع عندي غاز ثناء الازوت نفس الشي يسار من اليسار الى اليمين ازوت نعرف ان رمز الكيميائي ثنائي معنتها اثنين اسهل ما يكون ثم النموذج الجزئي تاعه ذرتين من الازوت نحن نعرف ان الازوت يمثل بكورية زرقاء نتابع ثم عندنا اكسيد النحاس شوفوا معي نفس الشي نبدأ بالنحاس نكتب الرمز الكيميائي تاعه سي او ثم اكسيد قلت لكم وين تشوفوا اكسيد وش معنتها جيد معنتها اكسجين اذا اضيف ذرة من الاكسجين ادى النموذج الجزئي ذرة من النحاس اصطلح العلماء انها برتقالية ندير كورية برتقالية ثم اضيف كورية اخرى مترسة معاها من الاكسجين عندي ايضا ثنائي اكسيد النحاس ثنائي اكسيد النحاس وش من الخلاف بين اكسيد النحاس وثنائي اكسيد الحول النحاس اهنا فقط اضفنا ثنائي كنضيف ثنائي اذا نجي من اليسر نحاس ندير سي او اكسيد ندير اوكسجين ثنائي اضيف ثنين هذا هو الخلاف بين هذا الكتاب و هذا الكتاب بين اكسيد النحاس وثنائي اكسيد النحاس اذا الصيغة الكيميائية لثنائي اكسيد النحاس ما هي سي او ثنين النموذج الجزئي ذرة من النحاس ثم ذرتين من الأكسيجين الآن ندخل في ندخل في غاز الميثان غاز الميثان كما نعلم غاز الميثان هذه لازم تحفظ يبدأ من الآن تحفظ لأنني ما عنديش كما هنا يأطبق من اليسار إلى الميامين لا هذه هكذا سي أش أربعة إذن عندي ذرة من الكربون مثلتها بكورية سوداء ثم أربع ذرات من الهيدروجين نتابع ثم عندي غاز الإيثان أيضا يحفظ هو سي ثنين أش ستة ممكن في بعض التمرينات مثلكم الصيغة الكيميائية ممكن ما يمدلكم شنتو معليكم أنكم تكتبوا الصيغة الكيميائية إذن وش معلتها هنا عندي ذرتين من الكربون وعندي ست ذرات من الهيدروجين واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم عندي غاز البروبان غاز البروبان سي ثلاثة أش ثمانية وش معنتها؟ معنتها عندي ثلاثة ذرات هكذا تقرأ ثلاثة ذرات من الكربون وثمانية ذرات من الهيدروجين أما إذا كان هنا عندي ثنين مثلا هنا وش معنتها؟ معنتها عندي جزئين من غاز البروبان إذن عندي جزئين من سي ثلاثة أش ثمانية هنا يختلف العدد إذا كان عندي شوفوا معي إذا كان باش ندخل لكم كل المعلومات إذا مثلا عندكم ثنين سي ثلاثة أش ثمانية هذا يعني أني عندي جزئين ثنين من سي ثلاثة أش ثمانية هنا كم عندي من ذرات من الكربون؟ هنا نضرب ثنين في ثلاثة يعني ثمانية ذرات من الكربون هنا نضرب ثنين في ثمانية عفوا ثنين في ثلاثة ستة ذرات من الكربون وعندي ثنين في ثمانية ستة عشر من الهيدروجين إذن حذاري إذن هذه الكتابة تعني ثنين جزئين من سي ثلاثة أش ثمانية كم ذرت من الكربون؟ نضرب ثنين في ثلاثة إن في ثلاثة ستة من الكربون وثنين في ثمانية ستة عشر من الهيدروجين أتمنى فقط أن يكون واضح نتابع إذن قلت درت ثلاث كوريات سوداء نمثلها للكوريال الكربون ثم نزيد ثمانية من الهيدروجين نحسب واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثم عدنا غاز البوتان اللي هو الصيغة الكيميائية تاو سي أربعة أش عشرة إذن أربع ذرات من الكربون واحد ثنين ثلاثة أربعة ثم عشر ذرات من الهيدروجين نحسب مع بعض واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر آخر جزء هو السكر الغليكوز للصيغة الكيميائية تاو سي ستة آش إثن عشر أو ستة أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم بالتوفيق للجامعة نتمنى أنكم تخذوا صورة إذن تخذوا صورة لهذا الجدول ثم تديروها على الجدول عفواً حل المكتب لكي تكون السهولة في الأمر ويحفظ طبعاً الحفظ في بعض الأحيان يجي من التطبيقات في كل مرة نطبق عليه تمريمات أسئلة في الدروس إذن نعاود نعاود إلى غاية من تتكرر هذه مع نوتو اللي عادة ونفهمه أكثر الفهم يجي أكثر يعني أكثر سهولة من الحفظ هكذا فقط عشوائي أقول لكم بالتوفيق لجميع في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم الضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر